صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار غير ملزم لإعادة فرض تأشيرة دخول على المواطنين الأمريكيين وذلك بعد رفض واشنطن إعفاء رعاية خمس دول أوروبية من تأشيرة الزيارات القصيرة تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل قام البرلمان الأوروبي بتصويت على مشروع قرار غير ملزم يطالب المفاوضية الأوروبية بالعدول عن إعطاء مواطن الولايات المتحدة حق الدخول لدول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة الخطوة جاءت بعد تمسك واشنطن بضرورة حصول المسافرين من بلغرية وكرواتي وقبرس وولندا ورومانيا على تأشيرات للرد على الإجراء الذي لوح به الاتحاد الأوروبي قبل سلاسة عواما وأمهلت المفاوضية الأوروبية خمسة دول من بينها الولايات المتحدة مدة عامين لإلغاء العمل بالتأشيرة قبل تنفيذ القرار الجديدة وقد استجابت هذه الدول لأوروبا باستسناء واشنطن قرر البرلمان الأوروبي يعكس حساسيات العلاقات بين واشنطن وبروكسل فالطرفان يخشان الخسارة المحتملة حال تصعد التوتر بينهما فبروكسل لا تريد جعل الأمر مسألة خلاف مع الولايات المتحدة هذا ما قاله وزير الهجرة الأوروبي ديمترس أفراموبوليس الذي لفت نظر المفاوضية الأوروبية إلى تبعات هذه الإجراءات على العلاقات الخارجية لأوروبا أما الولايات المتحدة فأرسلت نائب الرئيس الأمريكي مايك بانيس إلى بروكسل ليؤكد عزم الإدارة الأمريكية الجديدة على دعم أوروبا واحدتها ويحاول تجاوز أسرى تصريحات الرئيس دونالد ترامب السابقة التي هجم فيها الاتحاد ورحب بانفصال بريطانيا عنه مهما كانت اختلافاتنا إننا نتقاسم مع القارة الأوروبية نفس الإرس والقيم والأهداف يجب أن نكون أقوياء ومتحدين في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن أوروبا واستقرارها هذا الحديث الذي يتنقض مع تفاخر المرشح لتولي السفرة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي تيد مالوش بمشاركته في تفكيك الاتحاد السوفيتي وتلويحه باستعداد لتفكيك اتحاد جديد وإسقاط عملتي الموحدة وينبئ التغير في تصرحات المسؤولين الأمريكيين إلى اتجاه إدارة ترامب إلى ضبط علاقاتها الخارجية بعدما أثير خلال الحملات الانتخابية من تصرحات ساخنة أربكت مشهد السياسة الخارجية للقوات العظمى